الفيديو هاد قط النوم بتقعد كده العصرية مع الناس عالصفحة وبتاع الفيديو هاد قط النوم الفرق ما بين الرئيس الامريكي والرئيس المصري مصخرة الصينية الرئيس الامريكي بيتعزل دلوقتي بيترفد ترامب ده جاب فلوس بالتوسقى لامريكا ترامب ده جاب يعني يقلب السعودية بس في 600 مليار 600 مليار مش ديون زي اللي عندوكو لا 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 ده كده بيزنس بيع اديكم بيهم سلاحو 600 مليار دولار 600 مليار 600 ألف مليون دولار في خبطة واحدة ده جاب كمية فلوس دلوقتي بيترفد عمل رجع لامريكا هبتها في الشرق الأوسط في دول الخليج عمل مع رجل رئيس كوريا الشمالية عمل معه صلحة وراح قابله بتاعه شعف ايدي حصلتش دي كانت حاجة كبيرة فاشخية مش عارف ما فيش دلوقتي الديون قلت على الأمريكان فيه كمية حريات والناس بتعمل اللي هي عايزها والبيزنس بقى حلوة قوي في الدولة والناس كلها بتعين الشغل بالعبيد للي عايز فالراجل بصراحة أخي يعني للمواطني الأمريكان زباطهم بجد أكتر من أوباما بصراحة رغم أن أنا ضده بس الواحد بيقول اللي ليه واللي علي دلوقتي لمكرد مكلمة تليفون تسريب واحد اتصرب له أنه كان بيكلم رئيس أوكرانيا بيقول له أنا المرشح اللي جاي في الانتخابات المفروض تعارفين ترامب بيعايز يجد داربع سنين كمان خلاص كمان شهرين الانتخابات فنازل قدامه مين بايدن بايدن ده كان نائب الرئيس كان من الحزب بتاع أوباما فعايز يبقى رئيس بق كان نائب رئيس بعد ثمان سنين نائب رئيس فدلوقتي عايز يبقى رئيس فنازل قدام ترامب في الانتخابات الجديدة فالتاني مرشح قوي جدا بايدن قوي جدا والناس عايزت تنتخبه بتاعه والناس بتحب بايدن فعلا فرح مكلم رئيس أوكرانيا قال له ابن بايدن ده عنده قضية فساد عندك فأوكرانيا انشرها وعايز أفضحه أنا وشيله من الرئاسة فالمكالمة دي تسجلت فبدأ الكونجرس أو مجلس الشيوخ لو زي مجلس الشعب عندكو اجراءات عزله على طول بيترفد موظفه بيترفد مفيش أمريكاني واحد مفيش أمريكاني واحد طلع قال لهم مثلا إيه جزم ترامب برقابتكو يا كلاب مش عارف يحيى ترامب ترامب هو أمريكا وهو وهو يحيى أمريكا ويحيى ترامب ويحيى الجيش والشرطة يعلاقة الجيش والشرطة بإن ده يعني نوسخة فاسد فهمت إزاي؟ أو إنه هو عمل حاجة طبعا الكونجرس أعتبر المكالمة دي تدخل في الشؤون الأمريكية بيخلي دولة تانية تدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية اللي هي الانتخابات وده في حد ذاته يترفد انت كده في الحال خلاص وخب بالك مفيش حاجة اسمها ده أصلي ده نفع أمريكا أصلي من غيره أمريكا حتسقط انت عايز أمريكا تبقى زي سوريا والعراق العرب ده اللي عند المصريين بقى تخلوا في ابن الوسخة فاهم إزاي؟ أصلي ده لو سقط ده جزمته برقابتك والشرطة بقى تنزل تقفل تايمز سكوير ومحدش يتظاهر أنا باتكلم في نوكت طبعا النوكتة بتتوسخة ده لو حصلتها بيش كلمة الفارق ده وقبلك الفارق ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري وطبعا دلوقتي الحكومة قلب عليه الكونجرس أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ بيشيله بدأت إجراءات عزل والتحقيق معاه تم فعلا يعني حاجات كده فطبعا ملقتش بقى حد فاهم بيقولك إيه نزل بقى الشوارع ويحيى السيسي عفوا يحيى ترامب ونزل بقى ترامب عمل لهم حفلة في تايمز سكوير وجاب مثلا مادونة وقاعدوا يرقصوا بقى وبتاع عشان يبين للعالم إنه هو مؤيد يا لهوي يا لهوي على المسخرة المسخرة اللي إتو فيها ملقتش بقى واحد وخد لي بلك إزاي حاطت جزم الترامب على دماغه وعمال يرقص بيها في الشوارع ولبس عالم أمريكا المساخر والعبودية دي مش بأمريكا باش عبيد يا جمان أمريكا بلد حرة والرئيس ما هو إلا موظف بيغلط بيتحاسب غلط غلط كبير زي كده بيتريفيد ويكمل المدة بتاعته نائب الرئيس من أول ما بيطلع من وهو في الانتخابات لسه ما عرفش هيبقى رئيس ولا لأ بيبقى محدد مين هو نائب الرئيس بتاعه واخد لي بلك إزاي بحيث إفرد انت موت إفرد انت بتاع خلال فترة رياسة بتاعتك إفرد انت تعزلت إفرد انت بتاع بيبقى فيه نائب رئيس عارفين مين اللي هيمسك مكانه هيكمل أمريكا ماشية بخطة بتتغير كل خمسين سنة مهما مين الرئيس بينفذ الخطة دي ديمقراطي جمهوري بطيخة أمريكا كلها ما فشل لحزبين وجزيان عندنا فيه ربعمائة خمسمائة حزب وافدوا ومش عارفوا وكرامة وأهراموا أخبار وجمهورية هم حزبين ديمقراطي وجمهوري طبعا ترامب جمهوري وأوباما وبايدن والناس دي ديمقراطي أنا ديمقراطي على فكرة أنا ضد الحزب بتاع ترامب يعني عشان كده ما بحبوش ستات كتير عادية راح ترفعت عليه أضايا وكسبوا الأضايا وخدوا منه وتعويضات كان بيتحرش بيها وهو لسه رئيس الدولة وطبعا يعني مفيش يعني حاجات كتير هو بيطلع منها بالفلوس وباللف والدوران وعنده طبعا جيش كامل بيحميه جيش من الناس هو معين على حسابه الشخصي مش على حساب الأمريكان يعملوا له بقى الدرائب بتاعته يعني هو أصلا رجل أعمال ويفكروا له يعمل إيه ويلبس إيه ويأكل إيه ويظهر إزاي ويتكلم إزاي هو كان أرجوز في الأول دلوقتي يبقى شكله كويس يعني دلوقتي يتعلم وتودك زي ما بنقول فطبعا ما تلاقيش بقى حد فهم إزاي احنا إيه طلعت رئيسة الكونجرس أو السادت قالت له احنا إيه حنبدأ في إجراءات عزة الرجل ده عشان سمعنا المكالمة وبتاعه مش عارف إيه يا حسابه ما لقتش بقى أمريكي واحد طلع بقى إيه بيعايته بالدموع ووقف له في المطار وبنحبك يا ترامب واخد بالك وإنت جزمتك على رأسنا ويعمل له أغنية ومش عارفه العبط العبط والمرستان والهبش تكايانات دي اللي موجودة فما فيش الكلام ده في أمريكا خالص ولا في أي دولة متقدمة ولا في أي دولة محترمة ولا في عبيد الرجل ده مجرد موظف عند الشعب ولما بيغلط بيه ترفض وبيتحاسب بس فطبعا لازم تبقى فاهم الفرق فأنت طبعا أنا بتكلم مش هقولك أنه هو الفيديو اسمه الفرق ما بين رئيس مصر أو الرئيس الأمريكي والرئيس المصري أو الرئيس في مصر ورئيس في أمريكا تمام؟ فأنا مش هقولك الرئيس في مصر بيعمل أنت عارف أنا بقولك عن الرئيس في أمريكا بيحصل فيه إيه وطريقة الحريات وطريقة الكلام وطول عمره بنشتم فيه وفي اللي قبله وفي اللي بعده وفي اللي جايه وفي اللي رايح وفي الحكومة وفي الشرطة العمرة حد تمسك ولا فأبد عليه ولا خبطه الباب مفيش مخلوق يقدر يفتح الباب ده غير بحكم محكمة مفيش مخلوق يقدر يفتح علي الباب ده حتى لو الزابط بره قال لي عايز أخش أقول له لا ما تخشش ده أنا من حقي ما افتحلوش الباب أصلا ما يقدرش يكسره غير بحكم محكمة لازم يكون مع حكم محكمة عشان يخش يكسر الباب ده علي وأنا موجود أو أنا مش موجود وإلا أنا فشخ وارفع على الشرطة قضية واخد أنا عندي في مصر بعد الكليب دخلوا كسروا البيت واخدوا كل عفش بيتنا ومعدات الانتاج حتى سريري حتى الهدوم حتى الفلوس بدون حتى إذن نياب رغم أن دي يعني ملكية أمريكية المفروض كانوا ياخدوا إذن من السفارة الأمريكية في قاهرة وإذن النائب العام ما عملوش كده أنتوا ماشيين بالعافية وبالقوة وبقوة السلاح وبالبلطجة وبالوساخة وعلى ما خلق يركبه وأنت مش عارف أنا بتكلم مين والعابط اللي أنتوا عايشين فيه للتخلف ده ما فيش موجودش موجود في أمريكا فالناس اللي حابة تيجي أمريكا كنت مرة باشتم أول مرة شتمت ترامب في فيديو كان هو والسيسي كنت واحد مصري بعت لي بيقول لي أنا عايش في نيويورك اشتم السيسي براحتك إنما الرئيس ترامب إياك تيجي جنبه أنا هاخد الفيديو ده دلوقتي أوصله للشرطة وهبلغ عنك أن أنت شتمت الرئيس الأمريكي يا كلب بص واحد جاي دماغه العبودية بتاعته جاي بيها من مصر عايز يطبقها في أمريكا عايز يعمل ترامب ديكتاتور يعني هو بصوا إحنا اللي بنخلق الدكتاتور فهو جاي في دماغه النولة أو شتمت الرئيس الأمريكي وهو بلغ عني هيجي طبعا دي حاجة اسمها حرية أو فريدموف سبيتش أو حرية تعبير عن رأيي ما حدش يقدر يقول لك أي حاجة فطبعا المصري اللي قالك كده حاجة من الاتنيني هو مش موجود في أمريكا أصلا أو لسه جاي برحل عصر لأنه فاهم أن الرئيس الأمريكي ده مقدس هو زيه زي الهبل اللي على الصفحة بيقول لك إيه احترم انت بتشتمش شرامب احترم الرئيس اللي لمك رئيس مين اللي لمك يا جربوع الرئيس ده أنا بدفع مرتبه من جيبي الرئيس الأمريكي ده أنا بدفع مرتبه من جيبي هو طبعا ترامب هو نفسه بياخد دولار واحد متنازل بس أنا عن نفسي بدفع تمن الرئيس أو بدفع مرتب الرئيس من جيبي وتمن الشرطة من جيبي وتمن الخدمات اللي بتحصل والحاجات اللي بتيجي آه أنا الرئيس ده بيشتغل عندي حرفية الرئيس ده يوم ما روح حرفة عليه قضية بأخد حقي ثلث ومثلث واخد لي بالك إذا ما فيش حد هنا فوق القانون بمجرد تسريب واحد تسريب واحد بعد الفلوس اللي جابها والشغلنات اللي فتحها والسلاح اللي باعه والاقتصاد اللي رفع منه والمكانة الأمريكية اللي كل ده بقول لك إيه فوقك ده مجرد أنه هو أصلا كان آآ يعني ما ترمخ على موضوع خشيخجي كان الكونجرس قاله قاله الستمائة مليار اللي انت خدتهم دول السعادية تبين لهم وتشرب ميتهم مش عايزينهم إنما همش حنوالس ولا حن أرنن على دبح بنيادا بالمنظر ده حاجات كده فمفيش حد هنا فوق القانون مفيش هنا رئيس يقدر يقول لك ولا مواطن يقدر يقول لك الرئيس ده جزمته برقاب مفيش الكلام العبيد ده كلام عبيد ده كلام هبل دي ناس هنا حرة ناس وعية ناس عارفة إن ده موظف هيمشي ومفيش حاجة اسمها أمريكا تقع لو الرئيس ده مش فيش العابد ده أمريكا عمرها ما تقع حتى لو مليون رئيس جي كل يوم ومصر عمرها ما تقع حتى لو مليون رئيس جي كل يوم واخد لي بالك إنما إحنا بنصنع فراعين وإحنا اللي بنخليهم يركبونا وإحنا اللي بنخليهم يضطهدونا وإحنا اللي بنخليهم يتباحونا واحنا اللي بخليهم ليه احنا اللي بنطبل لهم احنا اللي بنسجد لهم احنا اللي بنشير ربنا ونحطهم وطبعا ده تهريج بس فطبعا مفيش حاجة اسمها صحينا الصبح لقينا ترامب باع هواي لدولة تانية والامريكان سيكتو وطلع هو قالوهم بقولوك ايه مش عايز حد هتكلم في الموضوع ده تاني مع الفضلكو هنقفل للموضوع ده مفيش حاجة اسمها صحي الصبح لقينا ترامب بيبني اثور لنفسه على حساب الدولة والامبراطو وبتاعهم مش عارف ايه ويقول لهم حبني وحبني وحبني دي نوكت دي نوكت والمصحف الشعوب الامريكية لما بتشوف الناس لما بتشوف الكلام ده بيموتوا على نفسهم الضحك ده بيجيبوا ترامب ده هو نفسه بيجيبوا هو نفسه بيجيبوه مثلا في جيمي كامل بيجيبوه في سادر داي نايت لايف بيجيبوه هو نفسه ويلبسه كده زيه ومثلا واحد ييجي المزيع لابس زيه ومثلا شعر شبه شعره كده وبتاعه ويتكلم زيه ويقلده وبتاعه مش عارف ايه قدامه والتاني متجاوب ويرد عليه الاتنين على المسرح ويمثله ويمسخره على بعض والناس تضحك ويسقفه وكل واحد في الاخر يحترامه وكان الله بالسر عليهم مفيش حاجة اسمها اصلي لو كتبت عنه كلمة على الفيسبوك يخشوا على اربعة صبح يكسروا البيت ده كده دي عصابة ده انتو مش حكومة واغبالك حاجات كتير بالمنظر ده طبعا لما تقعد تفاكر فيها هتلاقي ان المصريين عايشين في مهزلة دي جيتكلمهم بس يا خاني عميل ده سيدك سيدك ده سيدك ده جزمته ده البيادة دي ومين اللي يحمي مصر وانتو عايزين مصر تبقى سوريا مصر مش هينفع تبقى سوريا بسبب واحد محدش هيسمح في العالم كله ان مصر بالذات تبقى سوريا ليه مصر 100 مليون مين اللي لابس سوريا طبعا مين اللي خد الخزوق بتاع سوريا لما بشار عمل كده في السوريين مين اللي خد سوريا؟ مين اللي خد سوريا؟ أوروبا أوروبا وأمريكا ومصر فشوف بقى كام 3 مليون في تركيا وتلاتة مليون في ألمانيا وتلاتة مليون تخيل بقى دول يعني حتى لما جوم هم السوريين جوم معهم فلوس فتحوا مشاريع مشتغلوش عند حد انما المصريين بقى هيجوا لو حصل كده في مصر بقى هيجوا على أوروبا عايزين يفرموا النسوان وعايزين يشتغلوا ومش لقيين وحنحرافوا الصياعة وقلة أدب وبلطجة ومطاوي فأوروبا مش هتسمح ولا أمريكا ولا أي حد في الدنيا هيسمح ان تجربة سوريا تتكرر في مصر هيقفوا قدامه بالمرصاد بالمرصاد هيقطعوا رقابته قطع لو فكر يضرب الشعب أو يحاول يكرر الخيبة بتاعت سوريا في مصر لافيش مخلوق هيسمح له في المجتمع الدولي كله هم عارفين ان المصريين مئة مليون تحت خط الفقر تعبنين جانين مع همش فلوس مع همش تعليم جايين عندهم كابتجنسي عندهم مش عندهم 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 فمش هحدش عايز كلهم عبده موتى محدش عايز المناظر دي عنده فمصيبة سعودة فطبعا هم فاهمين عنك كده واخد لي بالك ازاي ده بقى حقيقة ومش حقيقة الله اعلم دي الصورة اللي انت صدرتها يعني كنت تكلمتوك قبل كده في الموضوع ده انت بتصدر عنك كمصر ايه فمفيش مخلوق في المجتمع الاوروبي ده ماركل مرضتش تقابله عشان خاطر تموز ظهرات في القاهرة كان لسه هنا في امريكا وكان مفروض يقابل ماركل اللي هي بتاعت رئيسة الوزراء الالمانية وقال له ايه تلبوا لك ايه فوقك مني بلا مش المانية ولا هولندية ايه تلبوا لك ايه فوقك مني مش هقابلك انت روح زبط وضعك في مصر وبعدين عقود معي عم عقودش مع حد بيقنع شعب وبالكلام ده كله واني مش هسمح لك تكرر عرف ده ولغت المقابلة مرضتش تقابله فهو اصلا مهزة والناس كلها عارفة انه مهزة وعارفة انه دكتاتور فبطلوا التعريس يا جماعة وبطلوا قلة ادب وبطلوا عبط وبطلوا تطبلوا وتخلقوا فراعين وتسجدوا لها ده مجرد حسالة ده مجرد زبالة انه لو صحيح الصبحي ان ترامب باع ولاية من الولايات لدولة تانية ولا عمل اتفاقية ضد مصالح امريكا لترك انه هعتشها ولا يجوعها ولا بتاع ينهر يسويه ده موتيات تسريب ده تليفون اترفت فيها او بيترفت فيها ده عشان تعرفوا بس هي دي امة العدل امة العدل بس فحبيت اقول لكم يعني انا قلت مش هكلم تاني في السياسة جيت اتكلم في الكرة الشتامت جيت اقلت على مبروك عطايا الشتامت جيت اه ملعون ابوها بقى الواحد يتكلم في اللي هو عايزه وخلاص فلما الناس كده كده مش راضية انا هم هم اللي متابع على عيني وعلى راسي واللي مش متابع فوقه مني مش عارف الناس بتيجى عندي على الصفحة وتقعد عدالي ليه وهم مش مش طيقيني اصلا على كل حال خلي بالكم من نفسكم عادلة في الفيديو الجاي يا سلام لو كنا صحينا الصبح لقيمة مثلا عشان خطر ترامبي بيترفت حد عمل اغنية مثلا كان ييه وست ولا مثلا 50 سنت وتسلم يا جيش بلادي وقفين في التايمس سكوير وعملين بقى ايه وحاطين البياد على دماغهم والبيادة وبتاع واسقرت السنين وحاطين صورته وبتاعه يا سيسي تغلق بقى يد واحدة عجوزة تطلع بقى يا ترامب يا ترامب وانتا وتسوت از الحانة يا ترامب انكز الموكف والناس مش عارف يا ترامب يا ترامب انت فين يا باطل مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده جماعة انتم اوفر انتم اوفر اوفر وبيئة ومتخلفين وعبيد وزبالة او ما جاد مفيش حد بيعمل خرد في نفسه يا انتم بتضحكوا عليكم العالم وبتفرجوا عليكم الدنيا كلها والناس كلها بتضرب كفة على كفة يعني اخر الفضيحة كانت اللي سندويتش او جيب منسته في مقابل الحرية يعني انت بتجوع شعبك لدرجة انبص الخصة انت بتجوع شعبك علشان تدي له اكلة لما يعمل لك خدمة سياسية تعال ارقص لي علشان تبين ان انت ان انا مؤيد واخد سندويتش بص الخصة ده كلمة دي بس ايه فكروا فيها المعرسين اللي لسه بيقيدوا لغاية دلوقتي اكد واحد منهم في يوم الايام انا اوضحك عليها مرة بس مش اضحك عليها مرة تانية اوضحك عليها مرة لقيته مش جاي يصلح وبيلعب بديله ورح تقلب عليه واش مش معنى كده ان انا بايت اخوان لا 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 ما انا ضد الاخوان برضو انا فعلا وانا حزب كنبا لانا مش هسكت لا 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 لو في مصر كنت هنزل ان لو في مصر كان زماني من الاتنين يا مقتول يا في السجن وانا كل منزل يحطولي في السجن فهو هقرف مني فالمرة جاي انا عارف ان هو هيقتلني بس ما حدش بياخدوا الروح اللي خليها طالما هعيش النهاردة يبقى هقول كلمة حق مش عاجبه يكل من خراء انا مش فارقة معايا حاجة بس فا اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل الصديق اذا اعجبك المقطع لا تنسى ان تدعمنا بشير وليك وادفع الزر الجرس وانتو عارفين هتعملوا ايه يبقى انجزوا بقى